بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا وبناتنا وطالبات وطالبات الصف السالي الصناعي الأخصان الميكانيكية أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم في بيتنا مدرسة جت لكم تاني النهاردة وعندنا أهم حلقة في حلقاتنا وهي مراجعة ليلة الامتحان النهاردة جت لكم بمادة الرسم الفني مادة الرسم الفني المادة الجميلة اللي من خلالها بنتخيل كل الأجزاء اللي احنا بنعمل لها عمليات التصنيع وطبعا الرسم الفني عندنا في سنة تالتة بيتكلم عن شقين مهمين جدا الشق الأولاني وهو الرسم التنفيذي والشق التاني هو الرسم التجميعي جايلكم النهاردة برسومات مهمة جدا عايزكم تركزوا معايا جدا علشان نتخيل مع بعض إزاي حنقدر نجاوب الامتحان اللي قدامنا أول هام أول نصيحة أهم نصيحة عايز أقولها لك عايز أقولك اقرأ ورقة الأسئلة كويس ليه؟ لأن ورقة الأسئلة حيبقى مكتوب فيها بيانات مهمة جدا البيانات المهمة جدا دي أو صيغة السؤال اللي موجودة عندك هي اللي حتحدد الإجابة اللي انت محتاجها يعني كلنا عارفين إن الرسم عندنا لما بنيجي نرسم أي جزئية بتكون الجزئية دي بنجيب لها تلات مساقط مسقط رأسي مسقط أفقي مسقط جانبي أو قطاع رأسي ومسقط أفقي وقطاع جانبي يعني فيه تلات حاجات لا ده أنا ممكن في الامتحان ينطلب مني مثلا مسقط رأسي وقطاع جانبي مسقط جانبي وقطاع رأسي ممكن يطلب مسقط رأسي وقطاع أفقي يبقى هو ممكن يطلب مني حاجات محددة خلي بالك إنه ممكن يكون مديك جزئية وهو رسم له مسقط رأسي ومسقط جانبي وطالب منك تجيب رأسي وأفقي فأنت لازم تقرأ المطلوب كويس طب أهم مطلوب في المطاليب إلا أنا حاجي ولازم أقراها عشان أنفزها إيه البند الخاص بمقياس الرسم خلي بالك علشان ممكن الرسم أكون موجودة قدامك ويكتب لك كده المطلوب رسم الآتي بمقياس رسم لو قالك مقياس رسم واحد إلى واحد ده معناه أن أنت حتنقل الرسمة أو حتستنتج المسقط بتاعتها أو حتفك أجزاءها زي كان رسم تجميعي تنفيذي أو حتجمع أجزاءها زي كان رسم تجميعي وبنفس الأبعاد يبقى واحد إلى واحد ده معناه نفس الأبعاد حتنقلها بنفس الأبعاد ليه؟ لأنه واحد إلى واحد دي معناها واحد على واحد يعني بتسوي واحد يبقى أنت الأبعاد بتاعتك مضروبة في واحد يعني هي نفس الأبعاد طب لو قال لي المطلوب رسم الآتي بمقياس رسم 1 إلى 2 كلمة 1 إلى 2 معناها 1 على 2 1 إلى 2 معناها 1 على 2 1 على 2 يعني نص يبقى أنت المفروض أن أنت حترسم المطاليب وتجيب الرسومات وتستنتجها اللي مطلوبة منك بنص الأبعاد يبقى 1 إلى 1 معناها بنفس الأبعاد 1 إلى 2 يعني 1 على 2 يعني بنص الأبعاد إنما لو قلت لك المطلوب رسم الآتي بمقياس رسم 2 إلى 1 آه 2 إلى 1 يعني 2 على 1 وده معناه أن أنت حتجيبها بضعف الأبعاد بضعف المقاسات اللي موجودة يعني كأنك بتجيب كل مقاس مكتوب عندك على الرسمة وتضربه في 2 المقاس اللي حيكون 50 هيبقى 100 المقاس اللي حيبقى 30 هتعمله 60 المقاس اللي هيبقى 20 هتعمله 40 يبقى إحنا عندنا 3 حاجات نخلي بالنا منها 1 إلى 1 يعني حنقلها بنفس الأبعاد 1 إلى 2 يعني حستنتج المساقط والقطاعات اللي هو طالبها مني بنص الأبعاد 2 إلى 1 معناها أن أنا حستنتج الرسم اللي مطلوب مني بضعف الأبعاد طب دي أول معلومة وأول مهمة تاني حاجة أو تاني معلومة مهمة إحنا محتاجين نعرفها أن أنت تقرى الجدول الملحق بالرسمة كويس وتبص للرسمة مش على أنها كتلة واحدة أنت حضرتك بتدرس رسم تنفيذي ورسم تجميعي الرسم التنفيذي يعني حيجي لك مجموعة أجزاء جزء من مكينة مربوطين في بعض ومرسوم لهم على الأقل مسقطين وحقول لك فكهم من بعض زي ما حنشوف مع بعض دلوقتي وهات مصاقط لكل جزء لوحده على حسب المصاقط اللي مطلوبة منك وعشان كده قلت لك إيه؟ عشان كده قلت لك لازم تقرى الورقة كويس يبقى أنا عندي رسم تنفيذي ورسم تجميعي المهمة التانية أن أنت تقرأ الجدول عشان تعرف الأجزاء كم جزء وكل جزء اسمه إيه وتبدأ تبص عليه جوه الرسمة أول حاجة هناخدها مع بعض النهاردة هي الرسم التنفيذي تعالوا نبص كده مع بعض ونشوف احنا هنعمل إيه لما تجيلي رسمة زي اللي موجودة معنا النهاردة كده نبص مع بعض الرسمة اللي موجودة معنا دلوقتي اسمها ساند منزلق الساند ده ورسم له كده مسقطين هنعتبر أن المسقط ده هو المسقط الرأسي والمسقط ده هو المسقط الجانبي أحيانا بيبقى عندنا المسقط الرأسي والجانبي يسار أو الجانبي شمال احنا مش هيفرق معنا دلوقتي طالما هو ما كتب ليش تحت أن ده رأسي وده جانبي طب تعالوا كده نبص الرسمة بتاعتي دلوقتي مكتوب لي كده رقم واحد مكتوب لي كده رقم اتنين مكتوب لي رقم تلاتة مكتوب لي رقم اربعة مكتوب رقم خمسة طب أنا دلوقتي شايفهم إيه؟ آه أنا شايف الجزء ده اللي عامل زي شبه المنحرف ده راكب كله مع بعضه على شكل مستطيل وبعدين جزء تاني شبه منحرف جواه مع الجزء المستطيل طب الجزء الشبه منحرف ده اللي هو راكب أو مقطوع داخل مستطيل ده ده مسقط هو هنعتبره المسقط الرأسي طب تعالوا كده نعرفوا كله منين امسك ألمك ووقف على الورقة بتاعتك وابدأ مثلا عند نقطة زي دي كده وامشي على الخطوط لغاية ما ترجع لها تاني يعني أنا حبدأ من النقطة دي وتاني ماشي كده وانزل كده وارجع كده واطلع كده وانزل كده واطلع كده وانزل كده واطلع كده لغاية ما وصلت لنفس النقطة يبقى الجزء ده هو ده الجزء رقم واحد عرفت منين ده مش مكتوب عليه واحد أقولك تعالى النحية دي مش واحد دي مشاورة هنا ابدأ عند النقطة دي تعالى نمشي كده هتلاقي نفسك ماشي ولفيت ورجعت يبقى اكبر ارتفاع عندي اللي من هنا لحد هنا هو اللي جاي البداية مع البداية كده والنهاية مع النهاية معنى كده ايه بقى يا مستر محمد معنى كده ان الجزء اللي انا شاورت عليه في الاول اللي هو مفرغ داخله الشبه منحرف ده ده مسقط رأسي للمسقط بتاع او للمسقط الجانيبي بتاع الجزء رقم واحد يبقى الجزء رقم واحد هو المستطيل الكبير ده بس هو مستطيل كبير كده بس لا انت تشاور على المستطيل الكبير ده اللي عرضه كده 84 وحيبقى ارتفاعه من هنا ل هنا 70 وتقول لي ان اي حاجة موجودة جواه من الاول للاخر تبقى مرسومة يعني الخط ده يبقى فيها والخط ده يبقى فيها والخط ده كمان يبقى فيه والخط الداش ده او الشرط ده يبقى موجود داخل المستطيل يبقى المستطيل الكبير ده باي حاجة جواه موجودة من الاول للاخر يبقى ده المسقط الجانبي وهنا على امتداده البداية مع البداية والنهاية مع النهاية يبقى الجزء الكبير ده برضه هو ده المسقط الرأسي بتاع الجزء رقم واحد طب تعال انجيب الجزء رقم اتنين مشاور هنا هو بيقول رقم اتنين يبقى ده كده هو بص ان حبدأ من النقطة دي وهمشي بالقلم كده لحد ما انزل واطلع وانزل واطلع وانزل لحد ما ارجع لنفس النقطة يبقى الجزء اللي هو المسمط ده هو ده الجزء رقم اتنين طب ده فين بقى هنا لو حطيت مستارتك ومشيت كده حتلاقي جاي مع الخط ده ما هو لازم المسقط هنا بتاع الجزء رقم اتنين البداية تبقى مع البداية والنهاية تبقى مع النهاية يبقى عندي المستطيل ده الصغير ده هو ده الجزء رقم اتنين باي حاجة مرسومة جواه من الاول الاخر يعني الشرط دي من الاول الاخر تترسم جواه الخط ده من الاول الاخر يترسم جواه الخط ده من الاول الاخر يترسم جواه الشرط دي نفس الحكاية يبقى انا كده جبت الجزء رقم واحد اللي هو الكبير ومسقطه هنا الجزء رقم اتنين ده اللي هو اصغر منه ومسقطه هنا طب والجزء رقم 3 بص كده رقم 3 أدي راسة هي وبقيتها ماشية جوه شرط يعني ده مصمار وبعد كده عندي هنا وردة وعندي هنا سامولة طب أنا مش عايز أطول عليك عشان تفهمني بسرعة تعال نتخيل الجسم ده شكله إيه ده الجزء هو اللي هو المصمت الكبير وده الجزء المصمت الصغير وده المصمار ودي الوردة ودي السامولة شوف كده حيركبه في بعض إزاي الجزء الصغير هنا بالشبه منحرف حيركب في الشبه منحرف المفرغ وبعدين المصمار يدخل من التقب اللي موجود جواه وبعدين نربط بالوردة وبعد الوردة نربط بالسامولة أهي السامولة دخلها تربط طب أنا دلوقتي بعد ما أعمل عملية الربط أنا كده المسقط بتاعتي كأنني كنت باصص من هنا جاي بمسقط وكأنني كنت باصص في الاتجاه ده جاي بمسقط تاني طب هي مربوطة أنا مطلوب مني إيه حينطلب مني إن أنا تخيل إن أنا فكتهم من بعض واشوف المطالب هو عايز المساقط لكام جزء من الأجزاء اللي موجودة عندي عندي جزء التاني التالت الرابع الخامس أنا دلوقتي فكيت كل الأجزاء دي من بعض تعالى نتخيل كل جزء من دول لما حفوككو ازاي طب أنا مستر محمد محدش في الامتحان حيجيب لي الفيديو ده وفي الامتحان بشكل كبير محدش حيجيب لي مجسم أه أتخيل عليه أعمل إيه أقولك تعالى شوف هنعمل إيه قادي الرسمة اللي موجودة عندي بالشكل ده الراجل جايب لي الجدول بيقول لي أن الرقم واحد هو جسم المفصل وده عدده واحد يعني موجود منه قطعة واحدة والمعدن جي جي الجسم رقم واحد اللي هو المستطيل الكبير ده وده الداش أو الخطوط المتقطعة اللي جواه من الأول للآخر تبقى تابعة الجزء رقم واحد بداية مع بداية ونهاية مع نهاية طيب أنا دلوقتي البداية مع البداية والنهاية مع النهاية أجي أشوف الجزء رقم 2 اللي هو أفك المفصل الجزء رقم 2 اللي إحنا شاورنا عليه ده اللي هو قلت على امتداده حيكون خط المستطيل ده وخط المستطيل ده وأي حاجة مرسومة جواه طب نعمل إيه؟ تعالى نشوف كده المطالب بيقول للمطلوب في القطع رقم 1 عايز له مسقط رأسي ومسقط جانبي مسقط رأسي؟ آسف قطع رأسي ومسقط جانبي وعايز للقطع رقم 2 قطع رأسي برضه ومسقط جانبي طب تعالى نمشي بالقلم كده زي ما كنا ماشيين بص كده أنا حبدأ من هنا وامشي أمشي كده وانزل كده ومشي كده واطلع كده بقى ده الحدود بتاعة المسقط الجانبي للجزء رقم 1 وإيه كمان؟ وكمان الخط ده وكمان الخط ده وكمان الخط المتقطع ده والخط المتقطع ده يبقى الشكل اللي أنا حددته ده أنا حقدر سمه لوحده طي مش ده مسقطه هنا ده تعالى نمشي كده بالقلم وانحدد الشكل اللي أنا عايز أرسمه بالأبعاد اللي موجودة عليه يبقى أنا دلوقتي حاخد الشكل ده أرسمه برا والشكل ده كمان أرسمه جانبه بقى ده مسقط رأسي ومسقط جانبي مسقط رأسي ومسقط إيه؟ جانبي استنى ده مطلوب مني قطع رأسي هقولك استنى حنروح نجيب القطع دلوقت بس المهم طالما ده رأسي تنفيذي حضرتك تعمل إيه؟ لازم ترسم لي هنا جدول الجدول ده بص كده أدي واحد اتنين تلاتة أربعة أدي واحد اتنين تلاتة أربع خنات مسلسل الإسم العدد المعدن وتجيب لي البيانات دي من الجدول الكبير ما هو أول جزء ده كان رقم واحد اسمه جسم المفصل والعدد منه واحد والمعدن جي جي يبقى واحد جسم المفصل واحد جي جي طب تعالى نجيب الجزء رقم اتنين الجزء رقم اتنين دلوقتي أنا قلت أنه عبارة عن المستطيل ده بالخطوط اللي موجودة جواه طيب والجزء رقم اتنين فيني الناحية دي أهو اللي هو كان الجزء اللي فيه شبه منحرف ده اللي ركب جوا الجزء التاني تعالى ناخدهم برة ونرسمهم حاخد المستطيل ده بأي حاجة موجودة جواه وحاخد الشكل ده زي ما هو كده بأي حاجة موجودة جواه من الأول للآخر برافو عليكم سام حد من ولادي بيقول ونعمله هو كمان جدول طبعا أنا كان مطلوب مني القطع رقم واحد والقطع رقم اتنين بس مطلوب فيهم قطعات فتعالى بينا نروح ناخد المساقط دي ونشوف الشكل النهائي اللي انت حترسمه في الامتحان ايه طبعا انت مش هترسم دول وترسم دول وترسم دول وترجع تعمل رسومات تانية لا أنا مطلوب منك الآتي هترسم لي المساقطين دول زي ما هم كده رأسي وجانبي رأسي وجانبي للقطع رقم واحد والقطع رقم اتنين بس هو طالب قطع رأسي في رقم واحد مش ده الرأسي وده الجانبي احنا مش عارفين ان الرأسي ده بييجي من الجانبي لما بصله من النحية دي من في اتجاه من هنا ونباصس اه يبقى اعمل ايه يبقى انا اقول له ان انا حقطع في النص بالزبط كده وحرمي اللي في ظهر السهم طب انا لو قطعت هنا بالمنشار ورميت كل اللي في ظهر السهم هنا ايه اللي حيحصل اللي حيحصل وانباصس منها مفيش حاجة هتتغير غير ان الخطوط المتقطعة دي كانت بتاعة الجزء ده يبقى انا لما حرمي اللي في ظهر السهم وانباصس من هنا حلاقي نفسي بقيت شايف النقطة دي والنقطة دي يبقى الخطين دول يحصل لهم ايه يتحولوا لخطوط مستقيمة وطبعا بما اننا قطعت وانا بقطع بالمنشار ممشي المنشار على السهم ده كده او على الخط الاحمر ده يبقى كل ده حينزل منه رايش وبالتالي يبقى المسافات دي كلها يتعمل فيها خطوط تهشير بزاوية 45 درجة طيب تعالى انا مطلوب مني هنا برضو قطاع رأسي ومسقط جانيبي ادي الرأسي واد الجانيبي الرأسي بيجي منين؟ بيجي من الجانيبي لما بصوله من هنا من بعيد يبقى انا حاجة على الجانيبي وبتخال ان انا قطعت دهر السهم ده وطبعا انا وانا باصس من هنا النقطة دي شايفها فكانت بينا النقطة دي شايفها فكانت بينا النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي كل دول كانوا ظاهرين مين اللي كان مختفي الخطين المختفيين دول اللي كانوا على امتداد الدايرة مع بداية الدايرة ومع نهايتها تمام؟ بس انا لما حقطع هنا على المحور ده بالمنشار وحرمي كل اللي في دهر السهم ولما اجا بص من هنا حلاقي نفسي شايف بداية الدايرة ونايتها يبقى ايزا الخطوط دي تتحول لخطوط مستقيمة وبما ان المنشار هيقطع في كل ده انما هيجي في الدايرة دي لانها تقب مفرغ يعني فيه هوى لما حقطع هنا وارمي كل اللي في دار الساب يبقى الجزء الهوى ده مش هينزل منه رايش وبالتالي يبقى كل الاجزاء المسمطة دي حيتعمل فيها خطوط تهشير بزاوية 45 درجة انما الجزء اللي في النص ده كان هوى والمنشار منزلش منه رايش يبقى حنسيبه زي ما هو تعالى نشوف كمان نسال على الرسم التنفيذي دي رسمة اسمها قاعدة منزلقة قبل ما بص على اي حاجة مش عايزك عينك تروح على الرسمة على انها جزء واحد عايزك دايما عينك لما تروح تبص على الشكل ده اوهو شكل مسدس هنا معنا ان المسدس ده اسقاط للي موجود هنا في امتداده يعني دي سامولة طب بص كده في الاجزاء المختفية الشرط دي مش دا كده شكل مصمار يا ولاد كلكو اللي كان بيلعب بالعجلة بتاعته واللي عنده حاجة في البيت بيقعد يفك ويربط فيها اكيد مسك مصمار وسمولة في ايده طب تعالى نبص للجدول هي مكونات القاعدة دي ايه قال لي رقم واحد قاعدة والعدد منها واحد رقم اتنين بنزز ورأس مستديرة كلمة بنز يعني مصمار كلمة بنز يعني مصمار بس البنز مش بيبقى مقلوز المصمار بيبقى مقلوز انما هنا قلنا بنزي ليه لما تيجي تبص كده حتلاقي دا شكل مستطيل عادي ودا شكل مستطيل انما فيه هنا خطين فوق بعض وخطين فوق بعض اللي هو بيرمز للقلوز يعني بنز جزء فيه مش مقلوز وجزء مقلوز انما لو كان مقلوز كله كنا قلنا مصمار يبقى انا عندي دا كده دي راس المصمار والشرط دي كلها اللي معمولة باللون الأحمر دي دا كده المصمار ودي السامولة قال لا طب ما تبقى دي كلها كده القاعدة وده كده المصمار ودي السامولة تعال هنا راس المصمار دي لما اجابوا الصلحة في الاتجاه دا حتبان على انها دايرة واكيد وانا باصس من هنا السامولة دي وبقية المصمار اكيد ما نشايفهم فالسامولة بقى شكلها مسدس والدواير بتاعة القطر الكبير للمصمار والقطر اللي اصغر وقطر الالووز كلهم بقوا مرسومين خطوط متقطعة يعني انا عندي تلات اجزاء القاعدة اللي هي الجسم الكبير دا اللي متركب فيه كل حاجة نمر اتنين البنز اللي هو مصمار دي راسه وبقية البنزة هو ونمرى ثلاثة اللي هي السامولة تعال نحدد الجزء رقم واحد فين ادي رقم واحد تعال نبدأ من النقطة دي نمشي كده مع الخط بالقلم بتاعنا ونطلع ونمشي وننزل امسك ورقة الاسئلة بتاعتك وامشي كده بالقلم امشي عليها وامشي كمل واطلع ولف وانزل وروح وانزل اه وصلت لنفس النقطة يبقى الجسم الكبير دا كله مع عدد دايرة والاشكال المسدسة والدوائر ديت مش تابعها ولكن هيبقى فيه تقب طبعا جزء من الدوائر دي طب تعال نشوف على امتدادها قادي البداية مع البداية وقادي النهاية مع النهاية اذا الجسم الكبير دا كله من غير المصمار والسامولة هو دا الجسم رقم واحد طب مطلوب مني ايه بقى مستر محمد مطلوب مني رقم واحد القطع رقم واحد اللي هي القاعدة الكبيرة مطلوب مسقط رأسي وقطع جانبي دا رأسي وده جانبي القطع رقم اتنين مسقط رأسي ومسقط جانبي طب تعال بقى ناخد الرسمة كلها ونروح نفصل الشغل اللي احنا عايزينه احنا اقول لن احنا هنشيل من هنا المصمار ونرسم الاعدة زي المصمار والسامولة ونرسم الاعدة زي مايه يبقى اذا المسقط الرأسي دا انا عارف ان دول المطلوبين بتوعي حاخد الرسمة دي نقلتها زي ما هي من غير الدايرة الكبيرة والمسدس واللي جواه هتيجي تقول لها مستر محمد وانت عملت الدايرتين دول ليه انت مش قلت انا هشيل دول هقول لك انا هجيب المسقط الجانبي دا وقول لك ان انا هرسمه هنا انا شيلت المصمار اهو رسمتها من غير المصمار هو المصمار دا يا ولاد لما ركب ركب فين مش دخل جوا تقب التقب دا قطره من هنا كده 25 وقطره من هنا كده 20 يبقى اذا فيه تقب هنا كبير 20 25 اسف وقطره من هنا 20 اذا لما حاجة بص من الجنب القطر 25 هيبقى دايرة والقطر العشرين هتبقى دايرة صغر منها يبقى انا دلوقتي جبت الجزء رقم واحد جبت المسقط الرأسي رسمته زي ما هو وجبت المسقط الجانبي بتاعه رسمته زي ما هو طيب تعالى كده نشوف احنا هنعمل ايه هحط له الجدول بتاعه اللي هو المسلسل اسم العدد المعدن رقم واحد دي كانت الجزء رقم واحد واسمه قاعدة والعدد منه واحد والمعدن بتاعه طب تعالى نرسم المصمار مش المصمار كان عبارة عن المستطيل دا اللي قطره كده 44 وسمكه 10 يبقى دول كده 44 وسمكه 10 وبعدين عندي قطر 25 في الطول دا كله اللي هو 25 و 38 يبقى بالشكل دا وبعدين القطر اللي هو العشرين في الطول دا كله اللي هم حيبقوا 25 أشيل منهم 5 وزود عليهم اللي 32 يبقى 22 و 32 و 52 يبقى عندي الجزء دا وحدد الجزء المقلوز طب هو مش دا مسقط رأسي هو أنه لو جت دلوقتي وبصت للمصمار من هنا مش الرأس دي حتبان على أنها دايرة والجزء دا حيبان على أنه دايرة لأنه مكتوب فاي 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 وكلمة فاي دي معناها قطر يبقى أنا دلوقتي حاجة في الجنب هنا وارسم الراس الكبيرة دي أخذ نص قطرها وارسمها اللي هو نص قطر الـ 44 وأخذ نص قطر الـ 25 وارسمها وأخذ نص قطر الـ 20 وارسمها وبعدين أعمل الدايرة بتاعة قاع السن الصغارة دي وأعملها 34 دايرة مش دايرة كاملة طبعا وأروح جاي أعمل إيه؟ وأروح جاي نائل بيانات المصمار من الجدول في الجدول بتاعي طيب أنا لسه هنا أقيل لي أن في قطع رقم واحد عايز قطاع جانبي ومسقط رأسي فحاعمل إيه بقى؟ هروح جاي أدي المصمار بتاعي مفوش قطعات حاجة هنا هو عايز قطاع جانبي عند ألف ألف يبقى أنا فين ألف ألف؟ قال لي أن ألف ألف دي هنا هو أنا مش بقطع يا ولاد وبعد ما بقطع برمي كل اللي في ظهر السهم يعني أنا حقطع بالمنشار من أول هنا لحد هنا وكل اللي في ظهر السهم دا ترمى استنى مستر محمد دا في جزء أهو حرمي الجزء دا بتاع إيه؟ لو حطت مسترتك هنا حتلاقي إن المستر امتدادة عند القوز دا آه يبقى أنا لما حقطع كده حرمي اللي في ظهر السهم بعد أن مرمي اللي في ظهر السهم يبقى دا تشال أمسحه من هنا من على الرسمة أمشيله من على الإيه؟ من على الرسمة وأكيد بقى الجزئيات دي حتظهر طب أنا لما قطعت ورميتي اللي في ظهر السهم دا لما أجأ بص في الاتجاه دا أبص هنا مش أنا كده حابقى شايف النقطة بتاعت بداية الدائرة ونهايتها والدائرة الصغيرة ونهايتها أيوة يبقى الدوائر دي لازم التقوب بتاعتها تكون خطوط ظهرة ونعمل إيه؟ ولازم يبقى الجسم كله حتة واحدة وابدأ أعمل مش دا كان خطوط متقطعة وده خطوط متقطعة أيوة يبقى اللي ما بينهم هوا دا كان خطوط متقطعة وده خطوط متقطعة أيوة يبقى اللي ما بينهم هوا يبقى دول ما يتهشروش طب أعرف الهوى منين؟ يبقى ما بين خطين متقطعين ده كان متقطع وده كان خط متقطع يبقى في النص هوى أو تقولي المنشر وهو ماشي على ألف ألف تخيل كده المنشر مش هو ماشي بيعمل بيعمل صوت زنة أكيد المنشر هيزن وهو ماشي من هنا لحد هنا ويطلع رايش إنما من هنا لحد هنا مش هيعمل زنة ومش هطلع رايش لأن ده تقب هوى مفرغ امتداد التقب ده اللي هو الفراغ ده والفراغ ده هروح بعد كده عمل خطوط تهشير للأجزاء اللي كانت مصمطة والأجزاء اللي كانت مفرغة أسيبها فاضية طي ارجعوا لي كده تاني أنا كده يا أولاد خدت إيه خدت مثالين للرسم التنفيذي ارجعوا لي كده لو سمحتوا احنا كده خدنا مثالين للرسم التنفيذي قلتلك اقرأ الورقة كويس وتخلي بالك لو الأجزاء اللي مرسومة لك في الورقة مربوطين في بعض يبقى أنت حتفكهم من بعض أنت حتفكهم من بعض وكل جزء حيترسم له مسقطين أو تلاتة على حسب اللي مطلوب في الورقة وأكدت عليك أنك تقرأ الورقة كويس طيب يا مستر محمد لو جاني في الورقة أجزاء كتير متنطورة في الورقة مفكوكة أيوة يبقى ده هيبقى اسمه إيه؟ اسمه الرسم التجميعي يعني أنا حمسك الأجزاء واربطها كلها في بعض واجب لها المساقط اللي مطلوبة مني وعشان كده قلتلك لازم تقرأ لإيه؟ تقرأ ورقة الأسئلة كويس تشوف هو طالب منك ده رسم تجميعي يتجمع في بعضه أو رسم تنفيذي يتفكت من بعضه وتشوف كل مسقط أو كل جزء مطلوب منه كام مسقط يبقى أنا دلوقتي عايز أخذ إيه بقى؟ عايز أخذ الرسم التجميعي عايز أشوف رسمة متفككة من بعض واشوف أنا حربطها في بعض إزاي؟ وأجب لها المساقط بتاعتي تعال كده نشوف مع بعض الرسم التجميعي حيبقى إزاي؟ نبص مع بعض كده هنا عندي رسمة اسمها مكبس لتركيب الجلب خلي بالك خلوا بالك يا أولاد أن مثلا ده رسم دي رسمة ودي رسمة أنت حتعتبره لا ما اعتبره مش رسمتين ليه؟ بصوا كده البداية مع البداية النهاية مع النهاية الخط ده لومت داد هنا الخط ده لومت داد هنا الله؟ طب ده كمان في جزء مختفي هو متقطع نفس شكله هنا أيوة وعشان كده مكتوب في نصهم رقم واحد يبقوا دول مسقطين للجزء رقم واحد وخلي بالك أن هنا قيل أن ده مسقط رأسي وأن ده مسقط جانبي يبقى لما يكون الرقم مكتوب ما بين مسقطين يبقوا دول مسقطين لجزء واحد إنما مثلا بص كده بيقول أن الجلبة دي مكتوب تحتها رقم اثنين الجزء ده مكتوب عجنبه رقم ثلاثة الجزء ده أربعة الجزء ده خمسة طب تعالنا نشوف أساميهم رقم واحد اسمها قاعدة يبقى دول مسقطين للقاعدة بتاعة مكبس لتركيب الجلب الجزء رقم اثنين اسمه جلبة دي جلبة الجزء رقم ثلاثة اسمه فتيل فتيل يعني عمود ملولب باستخدمه فيه عملية الربط الجزء رقم اربعة اسمها يد للتحريك الجزء رقم خمسة اسمها سامولة خاصة طب أنا حركب الكلام ده ازاي تعال نشوف إيه اللي مطلوب المطلوب تجميع أجزاء مكبس الجلب الموضح بالشكل على النحو التالي محتاج مسقط رأسي مسقط أفقي مسقط جانبي طب نعمل يا مستر محمد أقولك أنت ممكن تشتغل بحاجتين بإحساسك وبخبرتك أو تشتغل بالمقاسات ازاي؟ يعني بص على الجزء ده كده الجزء ده عبارة عن مستطيل كبير كبير في القطر يعني ومستطيل صغير هل الشكل ده كجسم مسمط معاك في حاجة شكله هنا موجودة مفرغة آه بص كده مستطيل عريض ومستطيل رفيع بص كده مش ده نفس الشكل تقريبا أيوة نفس الشكل طب تعالنا نتأكد هو المقاس بتاع العرض من هنا لغاية هنا اللي هم الستة وتلاتين هم من هنا لغاية هنا أيوة هم الستة وتلاتين يبقى إذن الشكل ده محتاج يجي خش يركب هنا طب أنا لو جبت الجلبة دي وركبتها هنا مش ده معناه أن الستة وتلاتين هتخش جوه الستة وتلاتين آه بس فيه جوه الجلبة هنا لما بلاقي خطين متقطعين جنب بعض وخطين متقطعين جنب بعض ولاقي مكتوب لي على الأبعاد هنا M20 مثلا أو M30 معناه أن ده عمود ملولب طب لما يقول لي هنا أن ده M20 ولاقي فيه هنا خطه ظاهر المتقطع ده معناه أن ده تقب ثقب يعني فراغ ملولب فراغ ملولب تقب ملولب إنما العمود هنا خطين ظهرين يبقى ده عمود مسمط ملولب ولازم تلاقي مكتوب لك هنا M20 وهنا M20 أيوة معناه كده أن الألووز الخارجي ده حيركب في الألووز الداخلي ده يبقى أنا حاخد الجلبة دي أركبها في الفراغ بقى الجلبة هي اللي جواها فراغ ملولب متناسب مع نفس قطر العمود الملولب يبقى أخد العمود ده أركبه هنا طب والعمود ده لما يركب هنا مين اللي حيلفه؟ آه العمود ده حيركب في الفتيل وبكتلة النهاية تعال أوريك فيديو بسيط إزاي حيتجمعه وبعدين نروح نجمعها على الرسمة مع بعض بص كده معايا دي الجلبة وده العمود الملولب وده الزراع العمود العادي وده الجلبة الخاصة حنعمل إيه؟ حناخد الجلبة أيوا بص الجلبة ركبت إزاي؟ ركبت من تحت هي ودخلت جوه الجسم بتاع المكبس العمود الملولب نزل العمود الملولب بالرأس بتاعته هي وفيه هنا تقب العمود الملولب ده حيدخل فيه هنا العمود ده والعمود ده اللي أنا حقدر ألف بيه عشان العمود ده ينزل لتحت أو ألفه شمال عشان يطلع لإيه؟ لفوق طب العمود ده ممكن حد يشده كده يوقعه قالك ما أنا هاخد الجلبة الخاصة دي وأركبها في النهاية تبقى بالشكل ده تعال بقى بعد ما تخيلنا وشفنا هما الأجزاء دي هتركب في بعض إزاي؟ نجيب لها التلات مصاقط الأجزاء دي كانت مفككة كده نشوفها مع بعض تاني ونشوف هي هتركب إزاي؟ وبعد ما نشوف هتركب إزاي؟ للمرة التانية هي الجلبة هتركب في الجسم العمود حينزل يركب فيها العمود اللي أنا بلف منه ودي الجلبة الخاصة تعال بقى نشوفه وإحنا دلوقتي بعد ما بجمع كده أنا هروح أجمعه على الرسمة إزاي؟ تعال معاي أنا خدت الجلبة الجلبة بتاعتي أهي؟ هاخد الجلبة دي أركبها في الفراغ ده زي ما اتفقنا أهي؟ هشيل الجلبة كده وأركبها جوه طبعا كده الجلبة ركبت بقى فيه تقب ملولة وزي ما ركبت الجلبة في المسقط الرأسي هركبها برضو في المسقط الجانبي نعمل إيه بعد كده؟ تعال ناخد العمود ده نركبه في التقب ده أوه هشيل العمود أركبه من فوق ويظهر كده بقية العمود من تحت نفس الحكاية زي ما ركبت هنا في المسقط الرأسي هروح أركبه في المسقط الجانبي تعال ناخد بقى اليد دي نركبها هنا في العمود ده هشيل اليد من هنا واروح أركبها من هنا وتعدي تظهر من الناحية التانية طبعا اليد دي بما إن الرأس بتاعتها مكتوب عليها فاي يعني قطرها وهي جزء استواني يبقى إذن الجزء الاستواني ده هو لما حاجة بصوله من الجنب من هنا حيباني هنا على شكل دايرة اتفقنا إن الجلبة الخاصة دي حاخد أركبها هنا في النهاية تعال نشيلها ونروح نركبها هنا يبقى ده المسقط الرأسي مجمع وده المسقط الجانبي برضو مجمع هو طلب مني مسقط رأسي ومسقط جانبي ومسقط أفقي تعال ناخد بقى الأجزاء دي كده الشكل مجمع بالنسبة لك تعال ناخد الأجزاء دي ونروح نجيب لها مسقط أفقي طبعا المسقط الأفقي لازم يبقى تحت الرأسي ولازم طول الرأسي يكون بطول الأفقي وارتفاع الأفقي لازم يكون نفس عرض الجانبي يبقى إذا أنا دلوقتي قادي الحدود بتاعة المسقط الأفقي إن الطول بتاع الأفقي هو نفس طول الرأسي اللي ارتفاع بتاع الأفقي هو نفس عرض الجانبي طب تعالى هو أنا و أنا باصس من فوق حبص من فوق مش أنا حشوف الجزء ده اللي مكتوب عليه فاي حشوفه تحت على إنه دايرة عشوفه دايرة ليه مكتوب عليه فاي وأي فاي دي يعني جزء استواني والجزء الاستواني بيبان مستطيل و مستطيل و دايرة بان هنا مستطيل و هنا مستطيل يبان تحت ايه دايرة حكمل المحور ده والمحور ده كان فيه محور في النص يبقى هنا في نص الارتفاع يبقى أنا هاخد الجزء الكبير ده أخد نص قطره وانزل تحت رسمه دايرة طب والعصب ده شايف انت العصب ده ما هو العصب ده اللي كان على امتداده العرض اللي من هنا لحد هنا يبقى أنا حاخد اللي امتداد قدي واحد قدي اتنين يبقى ده السمك بتاعي اللي هم الخمستاشر والعرض بتاعي اللي هو ده اللي هو تمانين يبقى أنا حرسم هنا بعد مرسم الدائرة الصغيرة بتاعة الشاطف دي حرسم هنا دائرة للقطر الكبير ودائرة للشاطف وحاجة أرسم هنا مستطيل السمك بتاعه من هنا لغاية هنا خمستاشر وارتفعه من هنا لغاية هنا اللي هم التمانين وطبعا ونباصس من فوق الخط ده أنا مش شايفه وبعدين اوصل بالمسترة مماس للدائرة ومماس للدائرة كده انا رسمت الاستوانة والقعدة والعصب فاضل العصب الصغير ده العصب الصغير ده بدايته من هنا وانهيته من هنا اللي هو الجزء الصغير ده يبقى بدايته من اول الدائرة وانهيته عند نهاية الجسم بس سمكه تمانية يبقى اربعة فوق المحور اربعة تحت الايه المحور كده انا جبت المسقط الافخي للجسم مجمع فاضل ايه المسقط الافقي للراس اخذ نص قطر الراس المصمار دي وانزل تحت اعملها دايرة طيب العمود دا استوانة يعني جزء استواني مدور يبقى هنا دايرة وهنا مستطيل وهنا نفس المستطيل يبقى انا اخذ المصمار ده وارسمه تحت زي ما رسمته فوق والجلبة الخاصة بتاعة النهاية يبقى انا كده رسمت التلات مساقط للجسم مجمع للجسم ايه للجسم مجمع تعالى نشوف كمان رسمة عندي هنا دا جزء رقم واحد في الرسمة اللي فاتت احنا جبنا اجزاء بتركب جوه بعض المرة دي هنجيب اجزاء بتركب على بعض بتتحط على بعض دول مسقطين للجزء رقم واحد اللي اسمه جسم الماسك او الساند ده مسقطين للجزء رقم اتنين اللي اسمه الجزء المنزلق بيقول ان فيه مصمار مقلوز ووردة ونمرى خمسة سامولة اللي ايه دي طبعا هو مش لازم يرسملي المصمار لان انا من خلال القطر الداخلي بتاع تقب السامولة اقدر احسب المصمار بتاعي طب احنا هنجمع الكلام ده ازاي هجمعه بص كده مش احنا متفقين دايما ان لازم الرأسي يركب في الرأسي والجانبي يركب في الجانبي ايوه طب تعالى نعمل كده هو انت شايف الحتة البرزة دي اكيد هتركب على حتة مفرغة شبهها يبقى شيل الجزء ده واجه ركبه هن يبقى انا كده خدت الرأسي اقاسي في الجانبي ركبته على الجانبي طب تعالى ناخد الرأسي نركبه على الرأسي ماهو لازم البداية تبقى مع البداية والنهاية تكون مع النهاية طب ما انا دلوقتي مش انا محتاج اربط دول في بعض المصمار والصامولة اه يبقى انا حرسم كده عندي رأس المصمار وححط هنا وردة وبعدين اركب الصامولة يبقى انا دلوقتي حاخد بقى الصامولة دي وانا بصصلاها من هنا حيبان الشكل السداسي ده من هنا يبقى انا هكده حرسم الوردة وارسم الايه وارسم الصامولة يبقى انا كده قدرت ان انا اركب الجزء الرأسي على الرأسي واركب الجانبي على الجانبي وبعدين اشوف وسائل الرابط اللي انا بشتغل بيها يبقى ده الشكل النهائي للجسم وانا عامله عملية التجميع طيب احنا دلوقتي مع بعض كده لو سمحتو نرجع كده ونشوف احنا دلوقتي مع بعض عندنا جزئيتين رسمنا في كل جزئية رسمتين عندي جزء اسمه الرسم التنفيذي يعني عندي اجزاء من مكينة بفكها من بعض واخد كل جزء اتخيل ان انا جبت له تلات مساقط او مسقطين او تلات مساقط وفي مسقط منهم اعمل فيه قطاع والرسم التاني اسمه الرسم التجميعي وده عبارة عن ان انا بيجيب لي مساقط لاجزاء كتير مفكوكة من بعضها والاجزاء دي انا بتخيل ان انا ربطتها في بعض وبجيب لها بعد كده التلات مساقط لازم تخلي بالك مفيش جزء حيركب في جزء الا اذا كان بنفس مقاسه يعني المصمار اللي قطره عشرين لازم حيركب في تقب عشرين المصمار اللي قطره اربعين لازم يركب في تقب اربعين ممكن يجيني جنبين وفيهم طارة فانت تاخد الطارة تركبها اما بين الجنبين وحتلاقي ان فيه تقب شرط موجود في الجنبين وموجود في الطارة علشان المصمار يعدي ويمسيكهم في بعض لازم تخلي بالك من نقطة مهمة لازم حتلاقي ان المسقط الرأسي بيركب على الرأسي المسقط الجانيبي بيركب مع الجانيبي الافقي مع الافقي علشان ما يحصلش عندك اختلاف وتبوز الرسمة بتاعتك طب انا دلوقتي بعد الرسم التجميعي والرسم التنفيذي اللي احنا شرحناه في ايه تاني عندي سؤال مهم جدا بييجي سؤال نظري من جزئيات مهمة جدا عندنا القارنات عندنا التروس عندنا اليايات ومنحنيات اسنان التروس طب ايه هي القارنات اولاد احنا عندنا في بعض الاحيان نواصل الحركة ما بين الاعمدة ممكن تكون الاعمدة دي اعمدة على استقامة واحدة ولما يكون العمودين على استقامة واحدة بيبقى صعب اننا نعمل لهم عملية وصل للحركة عن طريق التروس او السيوج فبنعمل ايه بنجيب جزء استواني نركبه في العمود هنا وجزء استواني نركبه في العمود التاني ونخلي الجزئين الاستوانيين دول في وش بعض وبعدين نربطهم بمصامير يبقى كده دي بنسميها فلانشة بنسميها ايه فلانشة انما ممكن اجيب العمودين ويكونوا على استقامة واحدة وبعدين العمودين دول اجيب جلبة يعني جزء استواني مفرغ ودخل نص العمود من هنا ودخل نص العمود من الناحية التانية وتبقى الجلبة مسكى العمودين ويبقى العمود مربوط باجزاء اللي هي وسائل وصل الحركة ما بين الاجزاء وبعضها اللي اسمه الخبور ومن هنا برضو في خبور بتاع توصيل يبقى ايزا العمود اللي في اليمين لما حيلف حيلف معا العمود اللي في الايه اللي في الشمال طب انا دلوقتي لو العمودين على استقامة واحدة حقدر اربطهم بجلبة حقدر اللي هي اسمها القارنات الجزءة حقدر اربطهم بقرس اللي هو الفلانشة انما لو العمودين ما بينهم اختلاف في المحاور يبقى لازم يبقى عندي وصلة مرنة حتقدر تاخد المرونة اللي ما بين المحورين وبعض يبقى لكلمة قارنات هي ادوات انا باستخدمها او اجزاء انا باستخدمها لوصل الحركة ما بين الاعمدة خاصة اللي بتبقى على استقامة واحدة او بيكون فيه اختلاف في الاستقامة واحيانا بتكون فيه ما بينها زاوية تعالوا نشوف مع بعض كده انواع القارنات ايه ونرجع نشوف بعديها التروس نبص كده مع بعض كلمة القارنات القارنات بتستخدم في توصيل عمودين على استقامة واحدة او بينهما زاوية بصفة دائمة ولا يفك القارن الا في حالات الصيانة طيب ايه هي انواع القارنات نمرة واحد بتستخدم طبعا في وصل لنهاية الاعمدة ببعضها فيه قارنات بنسميها قارنات جاسئة يعني ما بتتفكش يعني ما فيش مرونة ما بين المحاور وبعضها لازم يكونوا الاتنين على استقامة واحدة والقارنات الجاسئة بتنقسم الى رقم واحد الوصلة الصندوقية نمرة اتنين القارن زلفلانشة اللي هي الاستوانية اللي انا اتكلمت عليها نمرة تلاتة وصلة محاور ضاغطة طيب مستر محمد لو العامدة دي فيما بينها ما هياش على استقامة واحدة يبقى اكيد هستخدم نمرة اتنين القارنات المرنة والقارنات المرنة دي اللي هي هستخدمها لما يكون المحاور ليست على استقامة واحدة طب انواع القارنات المرنة ايه رقم واحد وصلة محاور مرنة او قارن بنسميه قارن اولدهام وده بستخدمه علشان لما يكون المحاور مش على استقامة واحدة وفيه فرق كبير ما بينهم طيب انا عندي فيه التروس التروس من الاجزاء اللي بتنقل الحركة ولها مميزات انها بتنقل الحركة والقدرة الترس عندي عبارة عن استوانة مفرغة فيها اسنان الاسنان دي يا ولاد ما بتبقاش اسنان بشكل افتراضي لا ده بيبقى لها مقاسات ليه فيه ارتفاع سنة ولها قطر خارجي ولها قطر عند القاع بتاع الاسنان طب يبقى لازم يبقى فيه مصطلحات من خلال المصطلحات دي بسمي كل جزئية من الجزئات ايه هي المصطلحات مش دي قمة السنة ودي قمة السنة ودي قمة السنة ودي قمة السنة ايوة يبقى الدائرة اللي حتمر بقمة من الاسنان حسميها دائرة القمة طيب ودي قاع السنة وقاع السنة وقاع السنة وقاع السنة يبقى لو رسمت هنا دائرة تبقى الدائرة دي هي الدائرة التي تمر بقعان اسنان الترس وفي دائرة في منتصف اسنان الترس بالضبط بنسميها دائرة الخطوة يبقى دائرة القمة اللي بتمر بالقمم دائرة القاعة اللي بتمر بالقعان دائرة الخطوة اللي بتمر بالمنتصف وبالتالي السنة هنا تقسمت لنصين الجزء العلوي بقى اسمه رأس السنة والجزء السفلي اسمه جزع السنة يبقى رأس السنة هو المسافة الرأسية المحصورة ما بين دائرة القمة ودائرة الخطوة وجزع السنة هو المسافة الرأسية المحصورة ما بين دائرة الخطوة ودائرة القاع تمام كده؟ تعالوا نشوفوا التعريفات المهمة دي علشان ممكن تيجي لك في الامتحان نبص كده مع بعض من المصطلحات دي شكل الأسنان والدواير والأجزاء العلوية والسفلية للسنة فعندي نمرة واحد دائرة القمة فحقول إن دائرة القمة اللي هي اللي برة دي هي الدائرة التي تمر بقمم أسنان الترس طب نمرة اتنين عندي دائرة اسمها دائرة القاع اللي هي الدائرة اللي تحت خالص دي يبقى هي الدائرة التي تمر بقيعان الفراغات بين الأسنان نمرة ثلاثة دائرة اللي في النص دي اسمها دائرة الخطوة ودي هي الدائرة هي دائرة وهمية بتقع ما بين دائرة القمة ودائرة القاع وبيتم عندها تعشيء أسنان الترس القائد والمنقاط طيب دلوقتي عندي حاجة اسمها الخطوة الدائرية أنا عندي نقطة هنا ونقطة زيها يبقى المسافة ما بين النقطتين دول هي دي الخطوة الدائرية يبقى خلي بالك أنا قلت هنا وهنا يبقى لازم النقطتين دول يكونوا شكل بعض في مكانين زي بعض على سنتين وربعة يبقى إذن دلوقتي لو جيت أعرف الخطوة الدائرية هقول إن الخطوة الدائرية دي هي المسافة ما بين نقطتين متماسلتين على سنتين متتاليتين يبقى إذن لو جيت أعرف الخطوة الدائرية خلي بالك أنا قلت النقطة دي والنقطة دي لأن دول نقطتين زي بعض على سنتين وربعة بس على دائرة الخطوة طب أنا مستر محمد ممكن أخذ النقطة دي وكمان النقطة دي آه ليه لأن النقطة دي تشبه النقطة دي وفي نفس الوقت على سنتين وربعة ومقاسة على دائرة الخطوة طب ممكن أخذ اللي في النص دي آه ممكن بس يكون نفس اللي في النص دي يبقى أنا الشرط بتاعي عشان أقيس الخطوة الدائرية لازم أسهم بين نقطتين متماسلتين زي النقطة دي والنقطة دي على سنتين متتاليتين بس مقاسة على دائرة على دائرة الخطوة يبقى الخطوة الدائرية عندي تعرفها هي المسافة ما بين نقطتين متماسلتين على سنتين متتاليتين مقاسة على دائرة الخطوة تاني معاي من أهم من أهم البيانات اللي موجودة عندي دائرة القمة ودائرة القاع ودائرة الخطوة والخطوة الدائري طب يعني ايه؟ تروس التروس يا ولاد هي أهم الوصلات المستخدمة في نقل الحركة وحطت جنب كلمة الحركة حطت جنبها لإيه؟ القدرة عشان بتديني عزم بين الأعمدة أو المحاورة على اختلاف أنواح طيب التروس اللي أنا بستخدمها بتختلف في ايه؟ بتختلف في شكل السنة يعني ممكن تكون نمرة واحد تروس ذات أسنان مستقيمة نمرة اتنين تكون تروس حلزونية يعني حلزونية يعني الأسنان بتاعتها أسنان لولبية ممكن تكون تروس مخروطية يبقى أنا دلوقتي تمام يبقى عندي تروس ذات أسنان مستقيمة تروس حلزونية تروس ايه؟ مخروطية طب أنا في حاجة اسمها منحنايات أسنان التروس منحنايات أسنان التروس عندي اللي هي بنسميها المنحنة الإنفليوتي اللي هو المنحنة الباسط والمنحنة السيكليويدي يعني إيه بقى منحنة إنفليودي ومنحنة سيكليويدي المنحنة الإنفليوتي ده معناه إننا لو أنا عندي ترسين متعشقين مع بعض وبوصل نقطة التعشيق دي مع بعضها كلها ووصلتها عملت محيط دايرة فيبقى هو مصار تحرك نقطة ثابتة على محيط دايرة تتحرك في خط مستقيم على مستوى يبقى هي بتتحرك على محيط دايرة ولكن بتعملي خط مستقيم على مستوى الدايرة إنما النوع الثاني هو المنحنة السيكليويدي والمنحنة السيكليويدي هو مصار تحرك نقطة على محيط دايرة تتدحرج على خط مستقيم في مستواها فإذا كان الخط مستقيما سمي المنحنة سيكليويدي يعني لو جاب لي هنا شكل دائري وآخره مستقيم أو جابه لي خط مستقيم هنا وكان عامل منحنة يبقى ده اسمه منحنة سيكليويدي إنما في محيط دائرة يبقى اسمه انفليودي تمام كده؟ يبقى دي بالنسبة لي هي منحنيات أسنان التروس طب إيه هي المتدحرجات؟ المتدحرجات دي أولاد اللي احنا عارفينها بره في الأسواق برمان البلي اللي هي بتديني حركة سلسة وسريعة بتتركب من إيه؟ بتتركب عندي من قميص خارجي وقميص داخلي والمتدحرجات اللي هي ممكن تكون على شكل كور أو على شكل بكر استواني أو على شكل مخروطي ومهمتها إنها تسهل حركة وتقلل الاحتكاك وعندي كمان حاجة اسمها ليايات اللي هي السستة السستة اللي ممكن تبقى جاية بشكل لولبي أو شكل ورقي أو شكل اللي احنا بنسميه الزنبالك اللي هو بيدي الحركة بتاعتي في الساعات وغيرها طيب المتدحرجات أجزاءها ويه؟ الجزء بتاع اليايات تعالوا نشوفه مع بعض بسرعة المتدحرجات هي إحدى أنواع كراسة تحميش طيب أجزاء المتدحرجات إيه؟ نمرة واحد حلقة خارجية إطار خارجي نمرة اتنين حلقة داخلية اللي هي إطار داخلي نمرة ثلاثة العناصر المتدحرجة اللي هي الكور أو البلي بتكون ممكن كور أو على شكل استوانة أو مخروط نمرة ثلاثة القفص اللي هو الفاصل عشان الحاجات دي ما تقعش منه طب تعالوا نشوف اليايات اليايات دي بتستخدم في كثير من التراكيب الميكانيكية وبتعتمد على شكلها تشغيلها يعني التشغيل بتاعها بيعتمد على شكلها في العديد من الأجهزة طب هي بتستخدم في إيه؟ نمرة واحد الياي بيقلل تأثير الصدمات الياي ده زي السوستة اللي شايلها العربية رفعها عن العجل عشان تقلل الصدمات نمرة اتنين في قياس القوة والاتزان زي الميزان في ميزان اسمه الميزان الزنبركي نمرة ثلاثة التحكم في الحركة زي الكامات وتوابحها نمرة اربعة التأثير بالقوة مثل اليايات بتاعة الفرامل يبقى عندي سوستة بتضغط على الفرامل عشان تعمل عملية الفرمالة في العربيات والعجل والموتسيكلات نمرة خمسة تخزين الطاقة زي اليايات اللي في الساعات اللي هي اللي أنا بقول عليها زي الزنبرك طيب كده أولاد يبقى احنا راجعنا مع بعض على ثلاث جزئيات مهمة أول جزئية كانت الرسم التنفيذي تاني جزئية هي الرسم التجميعي تالت جزئية هي الجزء النظري وبأكد للمرة المليون حضرتك لازم تقرأ الورقة كويس تتأكد من مقياس الرسم تتأكد من عدد الأجزاء وشكلها وتمشي بألمك على كل جزء كده عشان تعرف الشكل ده هيبقى شكله إيه لما يطلع ويترسم لوحك لوحده في الرسم التنفيذي الرسم التنفيذي معناه إن في رسمة مجمعة قدامك وإنت بتفكها وتقرأ كل جزء انت فكيته مطلوب منه مساقط قد إيه مسقطين ولا ثلاثة ولا قطاعات يبقى التنفيذي بيتفك من بعض والتجميعي بيتركب في بعض مفيش حاجة اسمها إن انت تنقل اللي في الورقة عندك في ورقة الإجابة لازم تشوف اللي مطلوب منك إيه وطبعا أول حاجة كانت في الحلقة إيه اقرأ الورقة كويس كل لما تقرأ الورقة كويس حتلاقي إن في الورقة كتابة هي اللي بترشدك للحل إذا كنت تعمل رسم تنفيذي وتفك الأجزاء من بعضها أو تعمل رسم تجميعي وتجمع الأجزاء وبعد كده تشوف المطلوب لكل جزء كام مسقط ما تنساش تكتب أبعادك على اللوحة ما تنساش مخياس الرسم واحد لواحد يعني بنفس الأبعاد واحد إلى اتنين يعني نص الأبعاد اتنين إلى واحد يعني ضعف الأبعاد تكتب أبعادك على الرسم تحسن خطوطك وفي نفس الوقت لما يكون عندك رسم تنفيذي لازم تعمل جدوى المنفصل لكل قطعة رسم تنفيذي يعني تفك الأجزاء من بعضها رسم تجميعي يعني تجمع الأجزاء على بعضها وما تنساش أن السؤال النظري في اليايات والقارنات والمنحنيات والمتدحرجات ده سؤال عليه درجات كتير لازم تكون مذكره كويس بكده أولاد نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا إلى أنقاكم على خير بإذن الله أتمنى لكم دوم التوفيق وأراكم على خير بإذن الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر